السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب اليوم عندنا إن شاء الله المحاضرة الثانية بالتشريح الأبرلمب آنتومي عندنا بالبداية سلايد رقم واحد اللي هي الأبجكتف اللي هي الشغلات اللي إحنا لازم نعرفها وراء ما نخلص المادة مالتنا لازين إش عندنا بالأبجكتفز عندنا To define basic anatomical structures skin, fascia, bones and muscles يقول أنه نعرف التراكيب التشريحية الأساسية رح تجينا هالمصطرحات كلها ورح نعرف وننرس شنو هذي أول شي اللي هو skin, الجلد fascia اللي هو هنا حسب الترجمة هي باعتبار لفافة bones اللي هي العظام وعدنا وراها المسلز زين شباب نرجع هنا بسلايد رقم 2 عندنا ال skin الجلد شي يقول نقول is divided into two layers رح يتقسم إلى two layers اللي هي طبقتين شنو هذين طبقتين عندنا أول واحدة اللي هي superficial layer الطبقة الثانية اللي هي deep layer superficial layer اللي هي طبقة سطحية زين رح نسميها بالإبديرمس زين الإبديرمس معناها بالعربية أنه هي البشرة زين اللي هي هذه بالخارج موجودة ديب layer اللي هي طبقة العميقة اللي نحن رح نسميها بالديرمس اللي هي شنو اللي هو الأدمة ها ساعدنا الإبديرمس اللي هي طبقة سطحية شرح نسميها بشرة الطبقة جواها اللي هي شنو سديرمس اللي هي الأدمة زين الإبديرمس ساعدنا نحن 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 عنها شنو هي يقول is a lawyer of stratified sequamous epithelium يقول أنه هي شنو هذه الإبديرمس شنو هو البشرة يقول هو طبقة من الخلايا الطلائية الحرشوفية الطبقية يعني الخلايا أو الأنسجة زين يعني الخلايا أو الأنسجة موجودة بالبشرة بالإبديرمس هي شنو هي هي stratified sequamous epithelium طلائية هي زين يقول it cells become flattened as they mature and rise to the surface يقول أنه الخلايا مع هذه الطبقة شبيها راح تصبح flattened يعني راح تضخم أو تسمن بالحجم يزال حجمها شوكد من راح تنضج زين من تنضج هاي الخلايا راح تكبر بالحجم وراح ترتفع إلى السطح يعني هي بالأساس الخلايا مع الإبديرمس موجودة هي بالطبقات السفلة الخلايا بعدها إنماتشور يعني ليست اش اسمها ليست ناوجها من تنضج يصير ماتشور وش اسمها وتكبر بالحجم يعني صب بها flattened شبيها راح ترتفع راح ترتفع إلى السطح زين لأنه إحنا قلنا الإبديرمس هي طبقة السطحية والخارجية زين هاي الطبقة اللي هي الإبديرمس البشرة شبيها يقول it's thick in the palm of the hands and the soul of the feet يقول أن هذه الطبقة راح تكون سميكة وين راح تكون سميكة راح تكون سميكة بالأخمص مال الإيد زين اللي هو بطانة مال الإيد وبعد وين بالأخمص مال الرجل هاي المناطق اللي تكون طبقة البشرة بيها راح تكون ثيك يعني سميكة زين نيجي هنانا على الصورة هاي هو هنانا مقسمها عدنا الطبقة الخارجية الطبقة اللي هي لي فوق هاي ش راح نسميها راح نسميها بالإبديرمس بس من النزل اللي يجوي شوية شرح حصيرنا رح حصيرنا الدرمس وهسا من المشي بالمعدة رح نعرف كون الطبقة ش تحتوي وشنو موجود بيها وشنو مكوناتها زين سلايد رقم 3 هنا رح نحكي على الدرمس يقول هنا الدرمس اللي هي شنو اللي هي قلنا ابي درمس اللي هي بشرة والدرمس هي الأدمة الصير اللي جواها يقول الدرمس رح تكون متألفة يقول انه طبقة الشسمة طبقة الأدمة اشبهها يقول انه هي راح تكون متألفة من نسيج رابط دنس اللي هو يكون كثيف زين هذا نوع من انواع الأنسجة الرابطة يسموه دنس كونكتف تشو هذا اش راح يحتوي راح يحتوي على الطبقة يعني هاي كلها راح تحتوي على الأوعية الدموية الأوعية اللنفية زين وهي تحتوي على الألياف العصبية معناها شنو هسا إذا نرجع على الصورة معناها أنه كل الشغلات الحيوية اللي هي تخص شنو هي الشغلات الحيوية اللي هي الأوعى الدموية واللمفاوية اللي هي الدفاعية زين والأعصاب الموجودة بجسم الإنسان راح تكون بهاي الطبقة زين يعني هسا مثلا إحنا ننشيك بالجلد زين بمنطقة معينة وتفوت الأبرة فمسافة مكلش بعيدة راح نحس بألم وجزة العدم هاي معناها أنه إحنا وصلنا لطبقة الطبقة الدرمس اللي هي الأدمة ليش؟ لأنه إحنا حسينا بالألم ونطلع دم معناها أكو أوعية عصبية أعفو أوعية دموية وألياف عصبية زين بعد يقول أنه It shows considerable variations and thickness in different parts of the body يقول أنه هذه الطبقة راح تبين لنا اختلافات كبيرة أو عظيمة في السمك مالتها في أجزاء مختلفة من جسم الإنسان يعني مثلا عندنا جزء بجسم الإنسان هاي الطبقة به اللي هي الدرمس راح تكون سميكة كلش بمناطق أخرى لا راح تكون كلش يعني رقيقة أو كلش صغيرة زين فأكو اختلافات كبيرة بجسم الإنسان بهذه الطبقة يعني على أساس سمكها وكمية تواجدها زين نحن بالمتوسطة و بالإعدادية نحن دارسين عن البشرة والجلد ومشونه يتكون نحن جلنا ماخذين أنه الجلد راح يكون متكون من طبقتين اللي هي طبقة البشرة الخارجية وطبقة الأدمة هنانا راح يكون عندنا أكو طبقة ثالثة ورح نسميها بالفاشة اللي هي يعني من نترجمها بالجوجل راح يطلع عمناها لفافة زين يعني هو ما توقع حيش ترجمها بها بس يعني هو من نترجمها راح يطلع عمنا لفافة زين هاي شبيهها هاي الفاشة يقول أنه الفاشة يقول سنقسم إلى نوعين زين اللي هو أول واحد السوبرفيشل والديب يعني نحن راح يكون عندنا نوعين من هذه الطبقة اللي هي عندنا السوبرفيشل اللي هي السطحية وعدنا الديب اللي هي العميقة زين يقول these are situated between the skin and the underlying muscles and bones الموقع مع هذه الطبقة اللي هي الفاشة سواء كانت سوبرفيشل السطحية أو كانت ديب عميقة يقول هذا راح تكون موضوعة بين منو منو راح تكون موضوعة بين الجلد الجلد راح يحيطها من الأعلى زين وبين العظام بين العظام والعضلات من الأسفل يعني هي من فوق راح يكون اكو فوقها جلد وجواها اكو موجود عظام وعضلات هس راح نعرف موقعها وين وشون ليه فوق اكو جلد وجوا اكو عضلات وعضام عندنا هاي الصورة ديبين بيها الجلد من من الجلد لحد العضلات عندنا هنا هاي جوا خلنا نعتبر انه هاي عظام لانه هاي العظام صار فوقها العضلات زين عندنا هنا هاي عظام يجي وراها muscles اللي هي شنو اللي هي عضلات زين وعدنا من فوق شنو عندنا اللي هو الفوق هذا الخارجي هذا الخارجي هاي الطبقة اللي هي بالنص هذي من بداية من نشوف superficial فاشة زين من نانا الحد اش اسمها الحد ديب فاشة هذي نسميها شنو راح نسميها بالفاشة اللي هي طبقة خنقول انه هي اللفافة اسمها زين فنشوف انه من فوق راح يحيطها الاسكن الجلد هذا ومن جوا شكو من جوا عندها المسل اللي هي هنا اللي هي العضلات وموجودة جواها العظام فهذا راح يكون موقعها بين الاسكن وبين المسل والبونز زين نرجع حسا لشريح مالتنا احنا قلنا انه الفاشة شبيهة راح يكون بيها نوعين اللي هو سطحي وعميق هس نيجي على اول واحد اللي هو شنو اللي هو السطحي يقول انه طبعا بيبدأ يقول هو احد انواع الفاشة احد انواع هاي طبقة وهو يقول انه هاي طبقة الفاشة السطحية هي عبارة عن خليط من الانسجة الانسجة الهالية اللينة او الفلفاظية اللوز اريولر معناها بالعربي هي الشي اسمعها الانسجة الهالية اللينة زين او الفطفاظة زين وعبارة عن خليط من هذه الهالية وبين منو بين الادبوس تيشوز يعني هي بيها انسجة هالية وبيها انسجة الادبوس اللي هي شنو دهنية يعني صار عدنا هسا هي اذا يقول السيبر فاشة هي عبارة عن شنو اقولها هي عبارة عن خليط بين الانسجة الهالية الفطفاظة اللي هي ايه هذه زين هاي اول واحد زين وثاني واحد او ايضا الادبوس تيشوز اللي هي الانسجة الدهنية الانسجة الدهنية هي الانسجة اللي ينخزن بيها الدهون الزايدة بالجسم زين يقول اللي هي راح تكون متصلة بالطبقة الادمة حتى الديف فاشة زين شون هاي حتشي هسا راح نشوف راح نشوف هنا بهاي الصورة رجع لها مرتلوخ احنا بلل شرح مالتنا اش قلنا قلنا انه راح تنتصل جونز دي ديرمز تو دي فاشة معناها انه هي راح تكون متصلة بطبقة الادمة حتى الطبقة الفاشة العميقة زين احنا علي مدى نحتي على الوز اريولار وال الادبوس تيشو زين هسا نشوف انه الانا هاي يسموها الادبوس تيشو زين اللي هي هذي الادبوس تيشو هذني الدوائر هاي الادبوس تيشو بعد شنو الادبوس تيشو اللي هي الطبقة او النسيج الهالي اللين او الفضفاض راح تكون موجودة زين من الديرمز زين من الديرمز لحد الدي فاشة شوف يعني هنا نهاية الدي فاشة راح نشوف انه هذني الدوائر اللي هذني الادبوس اللي هذن دهنية أنسجة دهنية راح نشوف أنه راح تنتهي للديب بعد ما لقي بالديب أكو دهون لا بس في هاي الطبقة زين فورا الديب راح يجينا راح تجينا العضلات والعظام زين هسا نرجع سلايد رقم خمسة نرجع للسوبرفشل فاشة يقول هنانا السلايد رقم خمسة أنه السوبرفشل فاشة ويموجود اللي هو موجود يقول أنه هذي الطبقة اللي هي السوبرفشل فاشة شبيهها اللي هي راح تكون موجودة عسنا مثلا هنا راح نطين سؤال يقول لي السوبرفشل فاشة وين ممكن أن نلقيها أقول لها لقيها بالسكولب زين اللي هو شنو اللي هي فروة الرأس اللي هي بالباقة اللي هي المنطقة الظهرية أو الظهر مع الرقبة بومز اللي هي الباطن مع اليد والسولز اللي هي الأخمس مع القدم يقول لي هنانا أنه هذني السوبرفشل فاشة هاي الطبقة الموجودة بفروة الرأس وبالخلف مع الرقبة وبالأخمس اليد والقدم راح تحتوي على حزم متعددة من ألياف الكولاجين زين كولاجين كولاجين فيبرز هاي هنانا ألياف الكولاجين زين اللي راح تمسك الجلد بشكل حازم أو بشكل قوي زين إلى التراكيب الداخلية معناها شنو معناها أنه هذه الطبقة شبيهة قلنا أنه هي تحتوي على حزم متعددة من ألياف الكولاجين زين ألياف الكولاجين شو راح تسوي راح تمسك الجلد وراح تسحبه إلى إلى الطبقات الداخلية يعني الجلد أو الديرمس أو الشي اسمه الفاشة السطحية مو بسهولة يعني مو بأقل ضربة ممكن أنه تتأذى والجلدين شلع أو بأقل حركة ممكن أنه تتلف هاي مناطق لا ليش لأنه ألياف الكولاجين راح تمسكها وراح تشدها بشكل قوي زين نحو الأجزاء الداخلية الأجزاء الداخلية شو يقصد بيها يقصد بيها العضلات ويقصد بيها العظام يعني هي راح تكون مجدودة ومسحبة إليه بشكل محكم زين بال انذي العفو انذي آيلات أوريكلز أوف اير سكروتوم اتس ديفويد أوف عدي بوستجو معناها أنه بالآيلات بالجفون وبالأوريكلز أوف اير بالجزء الغروفي أو الصيوان مع الأذن هذا كله زين وأيضا في كيس الصفن سكروتوم يعني كيس الصفن اللي هو يحيط بالتستس راح يكون ديفويد معناها خالي أو أمتي زين من الأدو وستشو من النسيج الدهني يعني هس قبل شوية حتشينا قلنا أنه السوبر فشل فاشة هذي الطبقة السطحية شبيها هي عبارة عن خليط ميكسجر من شنو شنو من الأنسجة الدهنية والأنسجة الهالية الليينة صح له غلط صحيح بس السوبر فشل فاشة الموجود بالجفون وبالصيوان مع الأذن وبكيس الصفن ما يحتوي على أدي وستشو زين فسا من يقول لي ممكن أنه يجيني السؤال يقول لي أنه السوبر فشل فاشة موجود بالسكروتوم كمثال يحتوي على أدي وستشو لا أنا يقول لي لا ما يحتوي زين السوبر فشل فشل اللي هو رح يكون موجود كمثال بالسكولب اللي هو الفروة من الرأس بي لو ما بي أقول لي A B زين هسا نحن كمنا من أول نوع اللي هو السوبر فشل اللي هو سطحي زين هسا نجي على النوع الثاني اللي هو شنو قلنا اللي هو ديب فاشة زين ديب فاشة اللي هو طبقة الفاشة اللي هي اللوفافة خلينا نقول العميقة نقول is a membranous layer of connective tissue هي شنو هي طبقة غشائية من النسيج الرابط زين that invest muscles and other deep structures اللي هي راح تسوي invest يعني راح تغطي أو نقدر نقول that covers the muscles راح تغطينا العضلات زين والأجزاء الأخرى العميقة يعني شنو يعني هذه وظيفتها أو شغلها أنه هي بس راح شسا مني راح تغطينا العضلات يعني العضلات راح تكون محاطة بهذه الدي فاشة هس راح نشوف ها بالصورة عدنا هاي الصورة هنا هي الدي فاشة زين وراح تكون موجودة بالضبط راح تكون يعني باستثناء هذا الغشاء الموجود راح تكون هي تحيط بالعضلات زين تحيط بالعضلات وبالأجزاء الداخلية الأخرى اللي هي شنو اللي هي يعني يقصد بها هي تحيط بالعضلات اللي هي أصلا موجودة حول العظام زين وقلنا شنو بعد وياها قلنا الشغلة المهمة أنه أول شي هي راح تحيط أو راح تغطينا العضلات والأجزاء العميقة الأخرى وشغلة الثانية المهمة بها أنه هي عبارة عن طبقة غشائية لأن راح نشوف أنه رقيقة كل هذا السم يعتبر رقيق طبقة غشائية من شنو اللي هو النسيج الرابط زين نجي لسايد رقم ستة إحنا لحد الآن حتشينا عن البشرة وحتشينا عن الأدمة وأخذنا الطبقة الجديدة اللي هي الفاشة وعرفنا أنه هي نوع وعرفنا كل واحد شنو هو وشنو وظيفته وعرفنا موقعه بالجلد أو بالبشرة زين هسا نجي على سلايد رقم ستة هنا راح نحتي عن شنو راح نحتي عن العظام زين نقول البونز نيجي هنا نتعريف العظام نقول هو is a living connective tissue like other connective tissue in the body it consists of cells fibers and matrix يقول أنه العظام هي عبارة عن نسيج رابط هي أسا يقول لي شنو نوع العظام وقل له نسيج رابط زين نسيج رابط حي زين حالة حال من أي نسيج رابط موجود راح يتألف من شنو راح يتألف العظام من خلايا والياف وماتريكس اللي هو المادة البيانية نجي نكمل التعريف مالتنا نقول it's hard because of calcification of its extracellular matrix احنا نعرف أنه العظام راح تكون هي قوية زين ليش راح تكون العظام قوية نقول راح تكون قوية أو صلدة وذلك بسبب calcification of its extracellular matrix وذلك راح يكون بسبب تكلس أو تصلد المادة البين الخلاوية زين المادة البين الخلاوية اللي هي الماتريكس يعني هالما الماتريكس اللي هي راح تكون بين الخلايا موجودة راح تكون صلدة أو قوية زين فالهل سبب راح تكون المادة كلها اللي هي العظام راح تكون قوية نجي نجي هنا نقطة رقم A يقول معناها أنه العظام تمتلك وظيفة حماية أو وظيفة دفاعية زين مثل الجمجمة زين وال العامود الفقري شون تمتلك هي وظيفة حماية بهال المناطق نعرف أنه الجمجمة موجود بها موجود بها البراين زين اللي هو يعتبر عضو حساس كلش وفعال جسم الإنسان فهو الجسم محافظ على العقل أنه راح يكون موجود داخل السكل اللي هي عبارة عن إعظام زين ونفس الحالة بالعامود الفقري نعرف كنا أنه العامود الفقري يحتوي على الحبل الشوكي اللي هو يعتبر جزء من النظام العصبي المركزي بجسم الإنسان زين فالعامود الفقري راح يحافظ على الحبل الشوكي زين ويبعد الضربات اللي ممكن أنه يتعرض لها الحبل الشوكي زين ننجي عن نقطة الرقم بي يقول العظام راح تخدم أو راح تعمل ك ليبر اللي هو رافعة معناها رافعة كما هو الحال أو كما نشاهد في العظام الطويلة الموجودة بالأطراف شنو هي الأطراف اللي هي الأطراف السفلة العظام الفخذ واللي جو والأطراف العليا الكتف والعضد والساعد يقول راح تخدم كرافعة يعني كنا نعرف أن الأطراف السفلية هي المسؤولة عن رفع جسم للإنسان زين مون مسؤولة عن هذه الرفع زين لماذا الأطراف السفلية هي اللي راح ترفع لأن ه راح تتبع على عظام قوية وصلدة هي اللي راح ترفع جسم للإنسان زين نقطة رقم سي رقم 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 ستورج أريا فور راح يعتبر أنه هو راح يكون مهم أو راح يعتبر كهو ستورج أريا يعني ما اسمه مساحة خزن لأملاح الكاليسيوم والنقطة الأخيرة هنا معناها أنه العظام راح تحتوي زين وراح تحافظ أو تدافع بداخل مالتها التجاويف على شنو راح تحافظ وراح تدافع على النخاع العظم اللي هو راح يعتبر المشكل للدم أو المكون للدم يعني العظام راح تكون مجوف من الداخل شنو موجود داخل العظام اللي هو نخاع العظم اللي هو راح يكون مسؤول عن تكوين الدم فهنا عدنا بهذا السلايد طبعا كلها مهمة هاي تعريف العظام ومن شنو راح يتألف سيلز فايبر وماتريكس زين وشغلة الأهم كلش انه ليش راح تكون العظام صليدة وذلك بسبب تصلد أو تكلس المادة اللي بين الخلوية مالدها اللي هي وعدنا بعض اللي هي وظائف العظام هنا عدنا أربع نقاط كلش مهمة تؤذبر زين يعني نجي هنا عدنا سلايد رقم سبعة يقول العظام ممكن انه تنقسم إلى نوعين أساسيين زين شنو همى ذون النوعين أول واحد كومباكت بين قوسين solid أو كانسلوس بين قوسين tropoculated زين العظام رح تنقسم إلى النوعين نوع الأول اللي هو كومباكت يسمون مضغوط مضغوط بين قوسين اللي هو solid زين الصليد أو كانسلوس اللي هو الاسفنجي بين قوسين tropoculated tropoculated إذا نترجمها معناها ترابيق ما دوشوها بصراحة بس هو راح يكون معناها سفنجي زين الشنو يعني صلد وشنو يعني سفنجي أول شي صلد مو معناها أنه هو راح يكون متروس كلها لا لأنه العظام راح تكون كلها مجوفة وتحتوي بداخلها أو معظمها راح تحتوي بداخلها على البوم مارو اللي هو نخاع العظم زين شنو معناها شنو معناه كومباكت شنو معناه مضغوط عندنا هنا أنا راسم راسمين أول واحد هذا زين هنا أنا عدنا يعني مثل المقطع عرضي لفدع أظم معين راح نشوف أنه هو راح يكون متروس زين متروس الحوافي ما تكون لها متروسة ماكو فراغات وبالنص أكو فجوة داخلية اللي هو كافتي اللي هو تجويف اللي راح يحتوي على البوم مارو هذا شرح نسمي راح نسمي كومباكت معناها مضغوط زين النوع الثاني اللي هو الإسفنجي الكنسلوس أو تروباكوليتيت بين قوسيم اللي هو هذا معناها همات عظم بس شنو راح يكون العظم هو هنانا هذا التجويف إيه هذا اللي هو الدويرة بالنص بس الخارج التجويف ما راح يكون متروس مثل هذا يعني هنا راح يشوف أنه هذا كله متروس زين ما أكو فراغات داخل العظم هنا لا أكو فراغات معينة يعني راح يكون شكله مثل الإسفنجي يعني ما يكون هاش بس يكون أكو موجود بفتوحات زين هنانا عدنا همات هاي الصورة توضح عدنا كمثال الشي اسمه رقم سي هنانا رقم سي هنانا يعتبر شنو هذا راح يعتبر إسفنجي ليش لأنه هتنلاحظ أنه العظم من النص يعني ما مضغوط بفتحات بالنص زين بفراغات زين بس النقطة رقم د إذن لاحظ نقطة رقم د نقطة رقم اي راح نشوف أنه العظم أو خلن نصعد على نقطة رقم اي راح نشوف أنه العظم اش بي راح يكون كله متروس زين معنى ما تجويف الداخلي اللي هو داخل العظم بس هو العظم نفسي راح يكون متروس ومضغوط ما بأي فراغات زين نرجع حسن لشرح مالتنا عدنا يقول يقول however the bones are classified according according to their general shape زين راح تصنف تمعا لي مالتها الشكل العام إلى كم قسم A, B, C, D A و A خمسة أقسام يعني هنا نقول أنه العظم راح تصنف حسب مالتها general shape الشكل العام يعني هسم من يقول لي شنو هي تصنيفات العظم نسبة إلى الشكل العام راح أقول له عندك هنا خمس أقسام أو خمس خمسة نماء اللي هما شنو أول واحد long bones العظام الطويلة رقم الثاني regular bones اللي هو العظام اللي هي راح تكون غير منتظمة flat bones العظام المسطحة systemoid bones اللي هي العظام نسميها سمسمي أو سمسمية هذا ترجم من مال جوجل والنقطة الأخيرة اللي هو short bones اللي هي العظام القصيرة راح نشوف هنا أنه أي العظام الطويلة أي هذا العفو العظام الطويلة أي هذه العظام الطويلة نقدر نلقيها طبعا هو أطول عظم بجسم الإنسان هو عظم الفخذ زيان عندنا النوع الثاني اللي هو regular bones هذا وين أي هذا irregular bones زياني النقطة رقم ثلاثة C flat bones اللي هي العظام المسطحة هذه العظام المسطحة هذه C طبعا بعدين نحن بالمراحل الجاية راح نعرف كل عظم ذاني العظام وين موجودات زيان النقطة رقم D اللي هي systemoid bones اللي هي العظام العظام حسب ما مترجم نه هي السمسمية أو العظم السمسمي اللي هو هذا شكله معناها هو العظم اللي يحتوي براسة فالتجويف معين يهيئ لمكان لأنه يدخل بي فد عظم يعني بالضبط ايه يجيكون شكله يعني هذا حسب ما فهم ثاني راح يكون شكله ايه يجيب حيث اكو مسافة او اكو فد حيز معين يسمح لي غير اش اسمع غير عظم انه يدخل بي زيان وهاي يعني نلقيها اكثر شي بالمفاصل يعني نشوفه هنانا هذا الرقم D اللي هو systemoid bones العظام العظم السمسمي راح نشوف انه هنا اكو تجويف زيان مو تجويف فد مكاي معين زيان مقوس يسمح العظم اخر اللي هو ايه هذا انه يدخل او يقعد به وعدنا بعد الاخير واحد اللي هو شورت وونز العظام القصيرة اللي هي ايه هذه زيان هنانا راح نحكي بالسلايد رقم 8 على العظام الطويلة اختار من هاي لنواع الفوق اختار العظام الطويلة حتى يحدش عليها العظام الطويلة نقول اللونج بونز شميها موجودة بالاطراف الاطراف العليا والاطراف السفلة وحيشانا بالاطراف السفلة عدنا عظم الفوق اللي هو اطول العظم بجسم النزام بجسم النزام بجسم النزام يقول انه هاي لعظام الطويلة راح تمتلك تيوبيلر شافت معناها رمح شافت يعني رمح او قضيب وتيوبيلر امبوبي رمح او قضيب امبوبي بين قوسين راح نسميه بالدايفسز زيان وراح تمتلك بعض ادوية اللي هو الابيفسز وين موجودة هاي موجودة بكل نهاية يعني النهاية العليا العظم والنهاية السفلة العظم عدنا شغلتين اللي هي الدايفسز والابيفسز هاس خلنا نجي نشرح اه في الصورة اللي عظم شنو هذا الدايفسز وشنو هذا الابيفسز زيان هنا نعدنا بهذه الصورة طبعا قبل ما نشرح الدايفسز معناها رمح زيان هو قلنا بين قوسين تيوبيلر شافت والابيفسز اللي هو النهاية عدنا الدايفسز اللي هو الرمح شنو هو الرمح الرمح هو هاي المسافة ايه هذي ايه هاي المسافة كلها زيان من العظم الطويل حتى هو هناك كاتبها زيان الدايفسز اللي نحنشي احنا زيان اللي هي شافت الرمح هو القضيب زيان المسافة اللي هي رح تكون مثل الاستوانية بالعظم هاي كلها شنسميها رح نسميها الرمح الأبيفسيز اللي هو نحن قلنا النهاية هي أيها المسافة هذه المسافة اللي هي عبارة عن النهاية تكون نهاية غير غمو أمبوبية تكون يعني شكلها يختلف هذه النهاية كلها النهاية الأمامية والنهاية العلوة والنهاية السفلة راح نسميهم ب الأبيفسيز زين معناها النهاية زين حسنا نرجع لشرح مالتنا يقول خلال طور النمو يعني من يبدو الإنسان ينمو والعظام ما تتبلي تكبر يقول معناها يقول خلال طور النمو الدايففسيز اللي هو الرمح راح ينفصل عن الابيففسيز اللي هو النهايات عرفنا شنو هو الدايففسيز يأوي موجود وعرفنا شنو الابيففسيز هذاني راح ينفصل عن بعض بواصل شنو كارتلوجينوس بليت كارتلوجينوس بليت اللي هو الصفيحة الغضروفية شاسم هذه الصفيحة الغضروفية بها اسم علمي اللي هو الابيففسيز كارتلج زين اللي هو الغضروف الغضروف النهائي الغضروف النهاية هذا شنو هذا يعني ما راح يفصلها بشكل كامل راح يكون يعني هو بداخله موجود زين يقول التكملة ما شرح حالتنا يقول الميتافيسز يقول جزء شا اسمعه جزء الدايفيسز جزء من الرمح زين اللي هو راح يكون مجاور مجاور الى شنو الدايفيسز اللي هو الغضروف النهائي راح نسميه بالميتافيسز زين حسنا خلنا نعرف شنو هو هذا الميتافيسز وهم موجود بهاية الصورة احنا عرفنا انه انه الدايفيسز اللي هو الرمح هاي المسافة زين هاي لها سداية شرع ليهاني زين هاي بداية هاي نهاية مالتها زين والايفيسز هذي اللي هنذن يبطها مربعات هاي نسميها بالايفيسز زين عدنا مصطلح آخر اللي هو الميتافيسز اللي هو المنطقة الوسطية اللي نقدر نقول عليها شنو هاي المنطقة الوسطية المنطقة الوسطية اي هذي خليها بغير لون اي هاي المنطقة الوسطية زين المنطقة الوسطية هي المنطقة اللي رمح وكأنه بدي يريد يكون نهاية هناك بدا ينحرف بدي يكون نهاية نفس الحالة اللي فوق بدي ينحرف الخط العدل الخط بدي يريد يكون النهاية العليا والنهاية السفلة من يريد أن يبدأ حروف ما سنسمي هذه المنطقة؟ سنسمي هذه المنطقة بالميتافيسيز وحسب ما هو موضح هنا بالصور وهنا هنا هم كاتب هذه هي الميتافيسيز وهذه هنا لدينا الميتافيسيز نحن قبل قليل العظم وعرفنا تفاصيله واسماء المناطق مالتي وكلها تعتبر هاي أمور أولية أو بدائية يعني بعدها بالسنوات الجاية أو بالمحاضرات الجاية سنعرف أكثر عن العظم والتركيبة والمكونات مادة زين هس هنا نجي لدينا يقول السلايد رقم 9 يقول الشافت الشافت اللي هو شنو قلنا الرمح أو القضيب شنو اسم العلمي مادة اللي هو شبي راح يكتوي على تجويف مركزي يعني العظم قبل شوية رسمنا هاي الصور هنا خلنا نرجع لها نشوفه اي هاي الصورة زين هذا مقطع مقطع عرضي لعظم في فتح عظم معين زين راح نشوف انه هذا شنو هاي كله نسمي هذا بالأصفر هذا بالأصفر راح نسميه تجويف زين وهذا البرة اي هذا الحد كله مننا إلى هنا راح نسميه راح نسميه راح نسميه راح نسميه راح نسميه الكمباكت بون زين اللي هو العظم المضغط زين هو على شون كان نحتي خلنا نرجع كان يقول انه كان يقول انه راح يمتلك تجويف مركزي يعرف ان تجويف مركزي قبل شوية هسا رسمناه باللون الأصفر راح يحتوي على بون مارو اللي هو نخاء العظم نخاء العظم قلناه هو شنو وظيفته وظيفته هو راح يقوم بصناعة صناعة الدم زين زين يقول الجزء الخارجي من هذا الشافت لهذا الرمحة وهذا القضيب راح يكون متألف من عظم مضغوط هسا احنا رسمناه العظم مضغوط اللي هو الدوارة نفسها وبنصها اكون البون مارو او العفو الكافتي اللي هو التجويف زين هذا الكمباكت مون هذا العظم المضغوط راح يكون محاط كوفوردز او مغطة ب كونكتف شيث اللي هو غلاف زين او غشاء حامي او رابط زين العفو غشاء رابط بس اسمه اللي هو شنو الاسم للعلماتة اللي هو البيريوستيام البيريوستيام هذا بالعربي معناه السمحاق احنا طبعا ما اخذيه بالمتوسطة ما اخذينا انه هو العظم راح ينحاط بغلاف راح نسميه هذا طبعا كل العظم كل العظام بالجسم راح تكون محاطب هذا الغلاف اللي هو نسميه بالبيريوستيام بالنغيزي والعربي اسمه سمحاق وغشاء العظم زين يقول النهايات يقول النهايات مال العظام العظام الطويلة طبعا راح تكون متألفة من اللي هو اللي هو عظم اسفنجي احنا قبع شوية اخذنا انه العظام حتى نقسميه نوعين عظم مضغوط وعظم اسفنجي زين هسا نيجي على هاي الصورة احنا عدنا بهاي الصورة وحدها عدنا نوعين ذني نوعين مع العظام ثين هم موجوداته هنا وين نذني اول نوع اللي هو العظم مضغوط ايه هذا زين ايه هذا هذا البراني هذا كله عظم مضغوط زين معنين بهذا الاحمر هذا الاحمر ونخاء العظم هذا البره باللون الاصفر هو شنو؟ هو عظم مضغوط زين قلنا قبل شويش قلنا قلنا انه نهايات العظام الطويلة راح تكون متألفة من اعظام اسفنجية الاعظام الاسفنجية وين هاي 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 العظام السفنجية زين هاي منطقة كلها اللي انا دع صبوها هاي كلها شبيهة اعظام اسفنجية حتى هناك كاتب اسفنجي بون اللي هو عظم اسفنجي زين زين احنا اه بداية المحاضرة اخذنا قلنا انه شغلة لازم نعرفها اللي هي فاشة بونز ومسلز هذة الوبجيكتفز اللي هي باول سلايد احنا الان اخذنا الاسفنجي اخذنا الفاشة وعرفنا نوع عمالتها اخذنا البونز اللي هي العظام هسا نجي على اخر شغلة بهذا الشابتر او بهذه المادة اللي هي المسلز اللي هي العضلات زين بهذا السلايد السلايد الرقم عشرة عدنا المسلز يقول المسلز راح تكون العضلات على ثلاثة نواع هاي الثلاثة نواع احنا ما اخذيها من المتوسط من الاول المتوسط شنو هي السكليلتال السموث والكاردياك زين السكليلتال اللي هي العضلات الهيكلية السموث المسلز اللي هي العضلات المساء والكاردياك مسلز اللي هي العضلات القلبية الخاصة بالقلب فقط زين نجي هسا يقول السكليلتال المسلز بروديوس مومنت of the skeleton they are sometimes called voluntary or موسلز يقول العضلات الهيكلية طبعا العضلات ما هي العضلات العضلات اللي هي موجودة ماذا اسمي يعني مثلا بالايد بالاطراف العليا بالاطراف السفلة زين اللي هي احنا نقدر نحركها يقول انه هذه العضلات راح تنتجنا الحركة او شنو هي وظيفة راح تقوم بالحركة زين المنو للهيكل العظمي السكليلتال زين يقول there are sometimes هي بعض الاحيان راح نسميها بالvoluntary اللي هي ارادية ليش ارادية نحن نقدر نحركها زين بشكل مباشر او نسميها serrated muscles serrated muscles معناها العضلات المحززة زين تكون متراسسة واحدة بصف اللخ زين زين هسا راح من نحتي بالعضلات زين راح نشوف شكل مالها وراح نشوف شون هي راح تكون محززة زين يعني بالضبط ايه تكون تقريبا شكل لهو بالنهاية عدنا هنا اللي هو نسميه التندن اللي هو الوتر زين هسا ننجي نكمل شرح مالكنا يقول انه the skeletal muscle has two or more attachments راح تمتلك واحد او اكثر من attachments attachments شنو اللي هي المرافق المرافق اللي هي تكون نهايات العضلات اللي هي ايه هاي بالضبط زين اللي هي راح تكون نهاية العضلة زين ايه هذي شرح نسميها هاي منطقة طيب بالنهاية هم فوق اكو راح نسميها attachments اللي هي راح نسميها بالمرافق يقول المسل فيبر اللي هي في العضلية راح تكون باون توجد العفو the muscle fibers are bound together with delicate areular tissue يقول انه الالياف العضلية الالياف العضلية شبهها اللي هي راح تكون ان العضلات راح تكون باون توجد معناها راح تكون مكتوفة مع بعضها البعض زين اه بشنو بي نسيج هالي اه خفيف او رقيق يعني هذي الالياف العضلية الالياف العضلية هي ايه هذي تقريبا ايه هذي زين اللي هسا احنا رسمناها زين اللي هي راح تصطف زين او راح تجمع او راح تكتف مع بعضها البعض زين راح تنجمع بشنو بنسيج هالي خفيف او رقيق زين هو اللي راح يجمعهم زين ايش به هذا النسيج يقول which is condensed on the surface to form a fibrous envelope اللي هو الابيميزيوم يقول هذا النسيج اللي هو راح يرصهم او يحدهم مع بعض يقول راح يكون متكثف على السطح زين ليش راح تكون متكثف على السطح حتى يشكلنا غشاء 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 فايبروس اللي هو ليفي زين راح يحيط بالش اسمها هاي ش اسمها راح يحيط بالمسل فايبرز اللي هي الالياف العضلية زين ايش راح نسميه هاذا راح نسميه بالابيميزيوم زين فاسي يقول لي هو شنو هو الابيميزيوم اقول له هو عبارة عن ديلكيت اريولر تشو راح يكون متكثف على السطح اه حتى يشكلنا الغلاف ليفي وظيفتنا انه هو راح يقول راح يحد او راح يجمع الالياف العضلية مع بعضها زين مع بعضها البعض نعبر هنا على السلايد الرقمي داعش هنا موضوع مهم زين بالعضلات يقول اه 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 يقول تبعا لي تنظيم الالياف العضلية الالياف العضلية هي اللي راح تكونننا العضلات زين تبعا لي ترتيب او تنظيم هذه الالياف العضلات راح تتقسم الى الاقسام الاتية و راح تكون على هاي الاقسام الاتية او الاشكال الاتية يعني هسا بني يقول لي اه على شون تتقسم العضلات اه تبعا لي مالتها الترتيب اللي الالياف العضلية اقول لي راح تتقسم الى 3 اقسام زين او راح تكون على التلات هيئات اول واحد اللي هو تاني واحد اللي هو واي بنيت و اخير واحد وهو مالتي بنيت زين اول واحد ي هو من من لفظ يوني معناها احادي زين يوني بنيت معناها العضلات الاحادية نقول دع نعنى أغير لون يقول اليونيبنات اللي هو اول واحد يقول in which the tendon lies along one side of the muscle and the muscle fibers pass ابليكلي to it for example extensor digitorum lungus يقول اليونيبنات اليونيبنات معناها العضلات الوحادية يقول هذه العضلات الوحادية بها راح يكون الوتر اللي هو التندن اللي هو راح يربطن العضلة بالعظم راح يكون موجود او راح يقع على طول جانب واحد من العضلة زين يعني هو راح يكون بجانب واحد فقط زين من العضلة والالياف العضلية راح تمر بشكل بشكل غير مباشر اليها ومنطن هنا مثال اللي هو الاكستنسور ديجيتونم لونجلس هسا راح نعرف شنو هذي الاكستنسور ديجيتونم لونجلس وراح نعرف الشكل مع العضلة وشنو معناها انه هو راح يمر بجانب واحد فقط من العضلة عيني احنا قلنا الاول نوع او اول شكل اللي هو يوني بنينتي اللي هو راح يكون اوحادي احنا نجلنا بالاوحادي قلنا انه الوتر راح يكون على جانب واحد فقط من العضلة والالياف العضلية راح تكون راح تمر بشكل ابلايقلي منها راح ابلايقلي بشكل غير مباشر زين انا عدنا اللي هو البي اي هذا زين اي هاي العضلة راح نسميها يوني بنينيت زين الشيء العرفت مصطفى انه هذا الشكل اللي هو البي هو اوحادي اوحادي العضلة احنا قلنا انه اللي راح يكون الوتر راح يكون موجود على طول جانب واحد فقط من العضلة احنا بدنشوف انه ايه هذا الوتر زين هذا الوتر اللي هو بلون ابيض يعني مثلا عدنا ايه هذا الرسم تعفو عدنا ايه هذا الرسم اللون ابيض هه هنا نسميه وتر يعني هنا اكو جانا جانا جتنا شاسما عظمة زين هذا حيكون ملتزق بيها هنا عندنا هذا باللون الاسود اي هذا كل جانب واحد فقط من العضلة هذا اللي هو الوتر زين وهذه اللي هي خلي خليه بغير لون اي هذي اللي هي راح نسميها بي الالياف العضلية زين اي هذي هاي دا شوفك هنا خطوط صغار زين هاي شنسميها راح نسميها الياف عضلية راح تمر زين راح تتعبر بشكل غير مباشر او بشكل غير مباشر او بشكل غير مترتب زين من اي هاذي اللي هو هاذي اللون الاسود زين هنا عندنا ااااااا vem هنا عندنا قلنا ان مثال عليها الي هو Extensor Digitorum Longus هذه كترجمة يعني إلها ماكو بالضبط أو أكو بس يعني هي تدوخ راح أصير فاحنا نحفظها بالإنجليزي هاي العضلة هاي العضلة اللي هي إيه هذا شكلها اللي هي ما تكون موجودة بالرجل زين هاي اللي هي باللون الأخضر زين هاي العضلة هنا يعني ما واضح كل شبيهة بس هي متكونة من شاسما تندن وتر زين وتتفرع من عنده أو تخرج من عنده الألياف العضلية نرجع للمادة مالتنا هنا أنا هو راسم هنا أنا مخلي صورة هذا كان هنا يوني بنيت وهاي العضلة نفسها اللي هي إحنا قبل شوية شفنا الصورة مالتها اللي هي إيه هذه زين نفسها إيهاي باللون الأخضر بس هنا أنا مواضحة زين هسنا نجي على النوع الثاني اللي هو الباي بنيت اللي هو العضلة باي بنيت مسل اللي هي العضلة الثنائية زين يقول باي بنيت مسل باي بنيت مسل باي بنيت مسل in which the tendon lies in the center of the muscle and the muscle fibers passed passed to it from two sides for example rectus femoris rectus femoris يقول هنا العضلة الثنائية باي بنيت مسل نقول بيها راح يكون الوتر راح يكون موضوعه راح يكون موجود في مركز العضلة والألياف العضلية راح تمور من عنده زين بجانبي بجانبي راح يكون عندنا هناك قلنا شنو لا عفو قلنا انه بالايوني بنيت الاول واحد اول هيئة راح يكون الوتر موجود بجانب وهذه تتفرع من عنده هنا شنو راح يكون عندنا راح يكون عندنا موجود هذا الوتر اللي هو التندن راح يكون موجود بالنص وتتفرع من عنده اللي هي الالياف العضلية هسا خلنا شوفي الشكل المادة بهاي الصورة اه الشكل الرقم سي ايه هذا هو اه هنانا هاي النوع بهاي العضلة راح تكون باي بنيت مسل اللي هي راح تكون عضلة ثنائية شنو عرفتهم مصطفى هي عضلة ثنائية لانه احنا قلنا بلد عرف مالتنا انه الوتر راح يكون بالنص ايه هذا الوتر زين يعني داخل هو بنصها او هو عفو يعني هو موجود بالحواف زين ايه هذا الوتر راح يستمر راح يقولنا انه راح يكون يتصل بعضمة معينة وهنا كمات عضمة معينة هذا هو الوتر و راح تتفرع من عنده الام الشي اسمه المصطفى اللي هي الالياف العضلية راح تتفرع من عنده بالجانبين شون الجانبين ايه هذا الجانبين زين اهنا متفرع من هنا وهنا متفرع بهذا الجانب زين هذا الشكل هنا هاي الخطوط اذا نشوفها الرفيعة الموجودة هي بكل عضلة هنا هي هاي ايش اسمها راح احنا قلنا انه راح تكون محززة زي ستريايتد مصل راح تكون عضلات محززة انه هي راح تكون يعني مثل الحزوز نقر نعتبر انه هذا حز واحد زيان وعدنا لنا مثال عليها اللي هو الريكتوس في ماريس اللي هو بالعربي راح نسميها بالمستقيمة الفخذية زيان عيني نرجع لما دولتنا النمط الاخير الثالث اللي هو ملتيبينيت اللي هو ثلاثية او اكثر او نجدر نقول العضلات المتعددة زيان هاي ايش عدنا نشرح بيها يقول ملتيبينيت مصل may be arranged as a series of bybenate muscles lying alongside one another for example acromial fibers of deltoid النمط الثالث اللي هو ملتيبينيت اللي هو ملتيبينيت مصل اللي هو العضلة الاكثر من ثلاثة يعني اكثر من اثنين احفو اكثر من اثنين ايه متعددة يقول هذه العضلات ممكن انه تترتب بنمط معين زين ممكن ترتب بنمط معين على انه تكون هي شنو مجموعة او سلسلة من العضلات الثنائية اللي ما هي موضوعه جانب يعني وحده بصف اللوخ يعني حط واحده بصف اللوخ عبارة عن شنو هي عبارة عن سلسلة من الملتيبينيت مصل اللي هيا هو راي هو زين يعني مجموعة من البايبينيت مصل اي هذا ش راح يكونن لنا راح يكون جيد لنا ملتيبينيت م spiderszين وزين او نعندنا صوره هنا واضحه هاله هنا ن ملتي بنيت مصل زي العيني إذن لاحظوا أنه هذا عبارة عن شسمة عبارة عن باي بنيت زيين باي بنيت بس واحدة صغيرة بصف اللخ زيين ونعطينا مثال عليها أو شسمة في المكان هي موجودة بي اللي هو اللي هو الأكروميال فايبرز أو ديلتويد اللي هي الأكروميال اللي نترجمها نتطلع الألياف الأخرامية ما الديلتويد زيين هذي وين موجودة حتى نتأكد هذي موجودة طبعا هذة رسمها هذة اللي هي رقم اي هاي موجودة بالكتف وينها ايه هذي زيين هاي راح نشوف انه هاي الديلتويد الشكل ما الشكل ما للعضلة زيين ايه هذة راح يكون هو ملتي بنيت مصل زيين وهو هذة نسميه ب الديلتويد واذا نلاحظ الشكل ما للعضلة راح نشوف انه هو عبارة عن مجموعة هو عبارة عن سلسلة من البايبينيت مصل راح تكون وحدة بصف اللوخ او متراسات وحدة بصف اللوخ زيين يعني نرجع عن مان دمارتنا اهنان عدنا سلايد رقم 13 يقول يقول هنانا انه المرفق مال العضلة مرفق مال العضلة مال العضلة اللي هو راح يكون ما نستطيع أن نعتبر اللي هو البتر زين تندن اللي هو راح يكون موجود على أغلب يعني ببداية العضلة وبنهاية العضلة وعدنا عضلات تمتلك أكثر من تندن أو أكثر من مرفق أكثر من مرفق ويتصل بأكثر من منطقة بالعضم زين نقول أنه المرافق مع العضلات اللي هي راح تتحرك بشكل قليل زين راح نشير إليها على أنه هي أورجين اللي هي الأورجين الأصل زين شنو يعني تتحرك بشكل قليل عدنا هنا بهاية الصورة مكتوب لي فوق مكتوب هذا اللي هو المرفق الأول هذا المرفق الأول ليش لأنه هذا المرفق أو هذا الجزء راح يتصل زين راح يكون متصل بالعضم وعدنا مرفق الثاني هذا زين المرفق الثاني أو التندن الثاني هذا ليش راح يكون هذا المرفق لذلك لأنه راح يتصل بالعضم شي يقول يقول أنه إيه هذا أول واحد اللي فوق الأورجين رح يتحرك حركة بسيطة زين بس شنو النتيجة ماتة أسعدنا هذا أول واحد رح يتحرك حركة بسيطة زين بعد خلن نرجع على الشرح يقول and the one that moves the most والجزء والأخرى أو المرفق الآخر اللي رح يتحرك بشكل أكبر زين و رح يتحرك بشكل أكثر رح نسميه بالإنسيرشن زين سعدنا أوريجين اللي هو رح يتحرك بشكل قليل زين موز ليست بينما الآخر اللي هو الإنسيرشن رح يتحرك رح يتحرك move most رح يتحرك بشكل أكثر يعني هذا الأوريجين إذا تحرك حركة بسيطة الحركة الشبيرة وين رح يصير رح يصير بالإنسيرشن اللي هو التندن أو المرفق اللي هو رح يكون ليه جواء هذا زين هس آني إذا خلن ناخد مثال هس آني إذا هذا المرفق هذا المرفق هنا صارت أكفة حركة معينة إذا صارت أكفة حركة زين مصطفى شون رح تتحرك الرجل شون الحركة اللي ممكن نصير إحنا نعرف أنه هاي العضلة وين صارت العضلة صارت بالظهر الظهر من الرجل زين إذا هنا صارت أكفة حركة معينة الحركة الكبيرة رح يصير هنا جوه بحيث هاي الرجل أو القدم مالتنا رح تصعد لي فوق أو ممكن تنزل لي جوه وإذا نقدر نجربها إذا نقلص الرجل زين القدم مالتنا نقدر نصعدها لي فوق زين إيه هاي القدم نقدر نصعدها لي فوق ونقدر ننزلها لي جوه هاي الحركة يسموها حركة موست حركة كبيرة بينما الحركة القليلة زين هي رح تصير بإيه هذا زين رح تصير بإيه هذا اللي هو المرفق العلوي اللي هو سمنا الأورجين فهس الخلاصة ما نلحد شمالتنا مال هذا حتى نطولها عليكم أنه الأورجين رح تحرك حركة بسيطة بينما الانسرشن رح تحرك شنو رح تحرك الحركة الكبيرة زين هس نرجع للمادة مالتنا يقول الجزء الفلشي اللي هو السمين أو جزء منتفخ من العضلة رح نشير على أنه هو اسمه بيلي هس نحن عندنا هو قمي نعبر شنو وين موجود هذا جزء منتفخ كنا نعرفه دقيقة ايه هذا هذا هو الجزء المنتفخ زين اللي هو يكون باللون الأحمر كما مرت علينا أشكال للعضلات زين البلون الأحمر شنو ش رح نسميه بيلي باللون هذا الفوق ش رح نسميه رح نسميه أورجين وهذا الجو اللي رح تكون به حركة سريعة عفو ش رح نسميه رح نسميه به الانسرشن وهذا النمط يتطبق على معظم أو كل العضلات الموجودة في جسم الإنسان فهذه ثلاث مصطلحات مهمة كلش زين و يعني رح نحتاجها بعدين ش اسميه بالمحاضرات الجاية زين عيني نرجى على السلايد رقم وصلنا السلايد رقم 14 السلايد رقم 14 يقول بي أنه نهايات العضلات العضلة بأي نهاية مالها شبيها رح تكون متصلة يأما بعظمة يأما بغفة غضروف معين غضروف وغضاريف أو ترتبط بش اسمه برباط معين عن طريق شنو ترتبط هاي ترتبط بالعظام وبالغضاريف وبالأربطة ترتبط بيهن عن طريق حبل كورت حبل أو حبال من أنسجة ليفية سميناها بالتندنز اللي هي الأوتار تندنز هاي يعني كومة حتنا نحن قبل هاي مو أومر نسمع بيها زين هسا يقول لي تعريف التندنز شنو هي أقول له هو عبارة عن فايبروستيشو زين فايبروستيشو بين قوسين كورت اللي هو شنو اللي هو حبال عن طريقها العظام سوف ترتبط العضلات سوف ترتبط بالعظام أو بالغضاريف أو بالأربطة زين نكمل جوه بعد من الشطر الثاني من هذا يقول أحيانا يقول بعض الأحيان العضلات السمينة أو المنتفخة زين راح تكون متصلة بواسطة شي اسمه فهي ورق أو غلاف قوي ولكن ثن رقيق من أنسجة ليفية سميناها بالأوبانيوراسيز أوبانيوراسيز معناها الصفاق بالعربي هسا شنو قلنا الأوبانيوراسيز اللي هو الصفاق شنو تعريفه نقول هو هو شي اسمه ثن عن تسندرونك شيت هو غلاف أو ورق زين قوي يعني قوي يتحمل يعني وبس راح يكون ثن رقيق زين من شنو من أنسجة من أنسجة ليفية سميناها بال اسمه هذا شنو الأوبانيوراسيز زين بعد شنحتي به نقول أنه هذا شبيه هذا راح يكون متصل بالعضلات الفلاتن اللي هي العضلات السمينة أو المنتفخة هذا طبعا نحيش بعض الأحيان زين يعني هسا نرجع بقاننا هنا آخر سلايدين السلايد رقم 15 عدنا هنا مصطلح اللي هو اسمه اسمه ريفي زين ريفي أو ريف أنا سأقول ريفي نقول ريفي is an interdigitation of the tendinous ends of fibers of flat muscles شنو هو ريفي ريفي ما لقدت ترجمة إلا بالقاموس بس بس من خلال شر رح نعرف شنو وين موجود زين يقول هو تداخل interdigitation هو تداخل للنهايات الوترية للألياف للألياف وين هنا نهم بها شنو بها الياف عضلية هذه اللي هي باللون برتقالي زين هاي الوتر مالت بالنهاية وهنا نهم أكيد رح يكون عندها ووتر لأن هي بالبداية وبالنهاية هاي فرض يعني شرح توضيحي زين احنا الريفي مالت الريفي اللي هو قلنا هو تداخل للنهايات الوترية زين للعضلات المسطحة زين معناها أنه إذا نفرض أنه هي عضلة هي هذه أنه هاي عضلة أفلات زين وهاي همات عضلة أفلات بنهاية كل وحدة من عدهن أكون شكوا هذا اللي هو باللون الأسود اللي هو التندم زين اللي هو الأوتار فيقول أنه هي عبارة عن تداخل لأن نهايات الوترية لهذه العضلات معناها شنو معناها رح تجي عضلة بصف عضلة زين وكل وحدة التندم مات رح بين التندم اللي هي الأوتار مع العضلة الأولى زين ومال العضلة الثانية فهاي المنطقة كلها هاي المنطقة كلها زين إيه هذي اللي هي صايرة نقدر نقول تقاطع بناتهم رح نسميهم بالريفية زين حتى نشبهها بعد إذا عدنا مثلا نجيب قماشتين قماشتين ردي نخيطهم نخلي واحدة بصف اللوخ ونأخذ الحافة مال اثنين هم ونبدأ نخيط نبدأ نخيط من نكمل رح نشوف أنه هاي المكان لتخيط بناتهم رح نشوف أنه رح يكون شوية سميك وشوية هارد رح يكون صلد زين يعني مو مثل القماش إذا كان خفيف زين يعني يكون بارز بحيث إذا واحد مثلا يخلي هاي الحالة موجودة موجودة يعني نفس الحالة هذا مثال يعتبر هذا ريفي زين هاي الريفي وين بالضبط نلقاها عندنا بال الفك الأسفل الفك السفلي هاي هنا حزمة موضح بالصورة هذا الفك السفلي عندنا جو هنا عضلات هاي العضلات طبعا نحن شرط أنه تكون عضلات لازم تكون عضلات مسطحة وهي الخطوط اللي هي من ألياف عضلية أكو بالنهاية نهاية كل العضلة لازم يكون أكو أوتار هاي الأوتار شميهن راح يدمج سوى مثل ما قلنا وكأنه وصلتين مخيطات واحد لصف اللوخ المكان الخياط راح يكون شوي سميك هاي شي سميها راح سميها بالرعيفي وهي خلص هو كل الحجي بس أنه يفتهم الواحد أنه تكون منطقة منطقة الالتقاء النهايات الوترية للعضلات المسطحة زيان نجي نكمل الشرح مالاتنا يقول العضل المساء معناها أنه العضلات المساء العضلات المساء هي النوع الثاني من العضلات يقول راح تتألف من شنو راح تتألف من خلايا تشبه المغزل تشبه المغزل وطويلة هذه الخلايا يشبيها راح تكون مترتبة بشكل متقارب مع بعض البعض بحزم يعني تتجمع تكون لنا حزمة أو مجموعة من الحزم أو شنو تكون لنا شيتس اللي هي تعتبر ما نقول أوراق نسميها غطاء زيان بالنظام بالجهاز الهضمي معناها أنه بالجهاز الهضمي هذه العضلات الملساء طبعا هو هنا يحتي مننا مننا هو بدأ غير موضوع بدأ موضوع العضلات الملساء زيان هو دين طي يعني هنا مقدمة بسيطة عن كل العضلات لأنه أكو بعد هواي تفاصيل بالنسبة للعضلات الملساء القلبية وغيرها زيان يقول أنه بالجهاز الهضمي بالجهاز الهضمي هذه العضلات ما ستفعله ستجعلنا الطعام المهضوم ستجعله يندمج يعني ميكس سيندمج بشكل كامل مع العصارات الهضمية زيان عندنا كلمة اللي هي معناها بشكل كامل سينمزج بشكل كامل مع العصارات الهضمة هذا وظيفة من وظيفته وظيفة العضلات الملساء زيان الاستاذ قبل الأخير شي عندنا هنا عندنا الكاردياك مصول اللي هي العضل القلبية عضل القلبية شبيه قلنا العضل القلبية أو هذا النوع من العضلات هو بس مختص بالقلب لا موجود بغير مكان يقول الكاردياك مصول كونسيست أوف ستريايت مصول فايبر ذات برانش أن وانت وث ايش يقول الكاردياك مصول العضلات القلبية ستتألف من عضلات محززة عرفنا شو يعني محززة يعني بها خطوط أو صفوف عضلية محززة اللي رح تتفرع عفو رح تتفرع ورح تتحد مع بعض البعض زين يعني تتفرع وتتحد مهم يعني هو شوف شون ترتبع العضلة وهذه العضلات رح تكون لنا العربي عضلة القلب يعني هذا النوع رح يكون لنا عضلة القلب الرئيسية زين الخاصة بالقلب يعني القلب عبارة عن عضلة زين فهذا الكاردياك مصول هو مايو كارديو ميقوسين هو اللي رح يكون لنا القلب زين نجي هنا نكمل نقول الالياف العضلية القلبية المتخصصة راح تكون لنا راح تقوم بتشكيل النظام النقل للقلب زين نظام نقل شنو هذي حد لا موضح هو زين بس حاجة نو هي راح تكون نظام النقل للقلب زين الكاردياك مصول العضلة القلبية سابلايت باي اوتوناميك نير فايبرز يقول العضلة القلبية راح تزود سابلايت يعني مزودة او تزود بالياف عصبية اوتوناميك لا ارادية زين يعني العضلة ما القلب بها عصاب تكون لا ارادية يعني احنا ما نقدر نتحكم بالحركة من القلب ما نقدر نوقف ما نقدر نحنا نسرع النبضات ما نقدر نقلل النبضات فهنا راح تكون العضلة غير الارادية الاوتوناميك هذا المصطلح معناه لا معناها يعني شنو راح يكون لا ارادية زين السلايد الاخير يقول الساماري ماتل يحتي المخلاصة يقول التراكيب التشريحية الاساسية راح تضمن شنو راح تضمن سكن فاشا بونز موسيلز اتسي معناها اذا يقول انه احنا اخذنا الجلد الفاشا البونز موسيلز واحنا هاي التراكيب التشريحية راح نحتاجها بأي موضوع تشريحي خاص اي جزء بجسم النسام المحاضرة اليوم طويلة تقريبا صارت تقريبا ساعة وعشر دقائق رقم ثلاثة اهمات يعني دوخ خويرات له هواي مصطلحات فيراد الواحد انه يتابع ويحضر كل مادة بمادتها اي سؤالة موجود احنا عندي القروب موجود بالتليجرام تقدروا تنزلون بي السينما لتكم او التعليقات مع السلامة